خلينا نتكلم في نقطة مهمة وقضية مهمة جدا وهي قضية منتخب الأولمبي اللي كان مبارح عنده ماتشا مع اسواتيني في لقاء الذهاب في تصفات المؤهلة لكأس الأمة أفريقية اللي إن شاء الله تقام في المغرب والمؤهلة بعد كده لباريس 20-24 أو دورة الألعاب الأولمبي باريس 20-24 وبالتالي إن شاء الله منتخبنا يصل لهذه البطولة بطولة الأمة أفريقية ثم إن شاء الله الوصول للأولمبيات بأمر الله ولكن هنا خلينا نتكلم إن منتخبنا مصر أو منتخب مصر أولمبي هيرجع إن شاء الله وبعد كده في بعض اللعبين منهم لعبة الأهل والزمالك هينتقلوا إلى ناديهم عشان أو هيروحوا ناديهم عشان مباراة السوبر حسام عبد المجيد لعب نادي الزمالك وهو لعب منتخب مصر الأولمبي هيروح لمعسكر فريقه وهيبقى موجود في ماتش السوبر ده بالنسبة لحسام لنادي الزمالك الجانب الآخر النادي الأهلي رأفة خليل وكوكا الاتنين دول برضو هيسيبوا المنتخب الأولمبي ويروحوا للنادي الأهل كل احترام طبعا إن بطولة السوبر هي بطولة مهمة للفرقيتين وأمور ممكن تكون مهمة للأجهزة الفنية في اختيارات اللعبين ولكن منتخب مصر الأولمبي هو الأهم والمنتخبات هي الأهم كان ممكن أقولك لو المنتخب الأولمبي كسب اسواتيني هناك أربعة كان ممكن أقولك ما فيش مشكلة إن اللعبة تمشي لكن حتى الآن الأمور خاصة بمنتخبنا الأولمبي لسه في الملعب سفر سفر نتيجة مش مطمئنة خارج الأرض فيجب إن الفريق يبقى كامل العدد ومكتمل بشكل كبير النقطة الأهم ودي برضو لازم نتكلم فيها إن دي يعني أنا برضو هي قوة الأندية وقوة النادي الأهل والزمالك ويعني رضوخ اتحاد الكرة لكل الطلبات النادية حاجة جميلة جدا وحاجة يعني هنعرفين الأهل والزمالك يعني طبعا إدارة قوية هنا إدارة قوية هنا جماهرية كبيرة هنا وجماهرية كبيرة هنا لكن في الآخر يعني لازم يكون المنتخبات أو منتخب مصر هو الأكبر والأهم هنا نقطة لازم برضو نروح لها هو يعني أحمد أو حسام عبد المجيد لعب داخل في النادي داخل نادي الزمالك لكن عنده البدائل إنت جبت بدائل كتير جدا في نادي الزمالك موجودة في المكان ده آه غياب الوينش ممكن يكون مؤسس لكن إنت عندك الزناري عندك محمد عبد الغني عندك بتلعب بالمسلوسي وبالتالي مش حاجة ملحة بشكل كبير جدا آه وجود حسام عبد المجيد أنا من وجهة ناظري الشخصية من وجهة ناظري الشخصية لأنك عندك حلول أنت بتأيد 30 لاعب في الملعب عشان يبقى عندك آه البدائل البدائل كلها فأنت عشان تطلع لاعب من منتخب الأولمبي للنادي وهو منتخب الأولمبي لسه ما حسامش موقفه للوصول اللي بتطلع من أفريقيا ده شيء آه يعني أنا بشوفه يعني ضعف المتحاد الكور أولا وعدم تنسيق موجود آه لأن اللي أنا شفته في الفترة رفاتت مكالي المدير الفني ليه فريق منتخبنا أو منتخبنا الأولمبي كان بيلفه على الأندية ولفة الأندية دي لازم بيقى فيها تنسيق تنسيق بإيه إن أنا اللعيبة وإن أنت بتتكلم عن اللعيبة وتشوف إيه الارتباطات وإنت عندك ارتباطك يوم كام وبطولته السوبر يوم كام وبالتالي اللعيبة دي معايا ولو فيه تنسيق أصلا إنه هيتقال إن حسام عبد ميد من بدري ماشي يعني أنا معرفش أشوف إن المكالي لو كان موافق يبقى هو غلطان وإن الأمور بالنسبة له يعني غير أو مبهمة لأنه كانش يعرف أصلا قبل كده إنه هو هيتعادل مع اسواتيني مثلا أو النتيجة كانت تبقى في صالح منتخبنا الوطن وهي حتى الآن ليست في صالح منتخبنا الوطني الأولمبي على الجانب الآخر نادي الأهلي أحمد حسن أو أحمد نبيل كوكا وأيضا رأفة خليل اللي اتنين لو راحوا هل هيلعبوا وهيلعبوا أساسي وهل فكرة إنك بتجيب اللعيبة وفقط يبقوا موجودين جنبك ومنتخبهم ما يستفدش بيهم دي برضو في منطق كرة القدم ومنطق إن منتخب مصر هو الأهم هنا الفكرة ما بين المنتخب أو اتحاد الكورة والأندية وقوة المنتخب وقوة اتحاد الكورة بلاش قوة منتخب قوة اتحاد الكورة وقوة الأندية الكبيرة مين اللي مفروض هو اللي بيمشي الأمور مين اللي بيوافق على رحيل لعبين أو عدم رحيلهم في ظل إن انت لسه في ماتش تاني لمنتخبنا الأولمبي مهم عشان توصل لكأس الأمة أفريقية عشان بعدها كده توصل إن شاء الله للأولمبياد فده شيء مهم جدا أنا بس مستغربه على الجانب آخر يعني الثلاث لعيبة اللي موجودين دول هل هيأثروا عن النديين ونتيجة اللقاء أو تسير اللقاء ندي الآن عنده 30 لعيب أحسن من بعض ومعلول هيلعب أساسي وعندك البدائل جوه الملعب أصلا يعني ما نجي نبص إن الراجل كلر ده زاكي لدرجة وعنده شغل فني رائع لدرجة إنه بيشتغل إنه اختياراته للقايمة يبقى فيها لعيبة يقدر يستخدمها كبدائل داخل الملعب مش بس إنه بينزل لعيبة مكان باللعيب أو لعيب مكان لعيب بيطلع أو لعيب بينزل لا ده من جوه الملعب وبالتالي الحاجة لتنين لعيبة ممكن يكون منتخبنا الأولمبي محتاجهم أعتقد إنها مش صحيح إنه هم يخرجوا برا المعسكر سواء بقى في الأهلي أو في الزمالك لأن منتخبنا الأولمبي لم يحسم موقفه في التصفات والوصول لكأس الأمم الأفريقية إن شاء الله تقام بالمجر ده بس كنت حابب أتكلم عليه وأتمنى يعني أتمنى دائماً إن المتحد الكرة هو اللي يكون الأقوى وهو اللي بيحط النظام وبيحط الروز وبيهموا مصلحة المنتخب لأن تلات لعيبة يعني أهلي والزمالك عنده تلات لعيبة بالشكل ده تالي دول أقوى لعيبة موجودين في المتخب الأولمبي ده الوضع الطبيعي فكون إنه هم يمشوا وإنت لسه ما حسمتش موقفك والناس تقول لك أصلي ده ماتش سهل لأ أنت مدام ما حسمتش موقفك إن الوصول يبقى ماتش مسهل لكن نتمنى طبعاً التوفيق للعيبة ولمتخبنا الأولمبي إن شاء الله والأمور تمشي بسلام